طبعا الكتاب مقدس واضح في تكوين ستة أنه الطفان كان هيقضي على الإنسان وعلى البهاء مدبابات الأرض وطيور السماء وعلى الأرض وده اللي اتحقق في الطفان فهو قضى على كل المسكونة وكل الكائنات إلا اللي كانوا جوه الفلك فالجوه الفلك هم المحميين اللي طلعوا وعملوا 8 أشخاص والكائنات اللي الرب حطها ودول اللي عملوا تكاثر وهم اللي كوينوا حتى الآن نقول ناس لسام وحام ويافس حتى الأجناس أو فئات البشر المختلفة طبعا هو رسالة تحذير لأنه بيورينا أن الله إله عادل فإحنا بنكلم عن الله إله المحبة وده صح لكن صفات الله كلها متكاملة فهو مش محبة 100% وعدل 90% فالمحبة تؤفر كامل عدل لا هو كل صفاته كاملة عشان كده العدل بيقول أن أنا كإنسان خاطئ لازم أموت المحبة بتقول لازم أغفر له فعشان كده فيه الصليب اللي بيجتمع فيه المحبة والعدل توازن الصفات الإلهية طبعا فهو كان رسالة تحذير وطبعا حاجة حصلت في التاريخ وكان للفلك ده ليه باب واحد والرب يسوع الآن هو الباب